اول سؤال جاينا على الصفحة وبتقول لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لو تفضلت وترد علي وتريح قلبي الله يكرمك ويسعدك يا رب ابني توفاه الله من اسبوعين كان عنده 18 سنة وكان فيقول جامعة ودخل يستحمى واخته دخلت عليه لقيته متوف قاعد في البنيو والمية سخنة نزل على ايده بطنه ومحشمه وضهره ومحرؤين لانه فضل كتير تحت المية وعلى ما اخته صحيت واكتشفت انه تأخر في الحمام الله يكرمك السؤال هل موت ودخل الحمام حاجة مش مطمئنة هل كل الحروق اللي في جسمه تشفعله عند ربنا انا دايما بدعيله ان ربنا يغفر له ويسامحه ورادية بقضاء الله ايه اللي اقدر اعمل عن غير الدعاء والصدقات علشان اغفر او اخفف من اي حاجة عملها السؤال ده مهم جدا بعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهبدأ بالسؤال اولا مهما قلت اسأل الله ان يربط على قلبك وان يثبت قلبك كما ثبت قلب ام موسى اسأل الله ان يسكن صدرك كما سكن صدر يعقوب اسأل الله العلي القدير ان يمن عليك بالسكينة والطمأنينة وان يربط على قلبك وصدرك اللهم امين السؤال بقى المهم جدا هل موتوا داخل الحمام حاجة مش مطمئنة ده كلام جاهل بيصدر مني احنا انا مقصدش امي الغالية انما انا بقول ليه اصله مات وبيعمل حمام مات وبيستحمه مات وبيجمع زوجته يا جماعة ده كل دي هو مات في طاعة الله لو انتوا بتفهموا ركز كده معا ايه انت اتقلف دي نعم الشيخ لا يا حبيبي ركز هو انت ما بتخش الحمام داخل ليه عشان تعمل اللي ربنا امرك به ان انت تنزل الفضلات وبعد ما بتخلص بتقول الحمد لله الذي اذهب عننا الاذى وعافاني مش كده ولا ايه صح يبقى هو في طاعة اللي مات وبيعمل حمام في طاعة اللي ماته وبيستحمى في طاعة اللي ماته وبيجمع زكته في طاعة طب مالهو هيبعث يوم القيامة على هذه الحالة من اللي قال لك الكلام ده ما هو أنت قلتون يبعث المرء على ما مات عليه على ما مات عليه من طاعة أو معصية يعني من طاعة أو معصية يعني هو قبل ما يخش الحمام كان مصلي هيبعث يوم القيامة على صلاته قبل ما يخش الحمام كان بيسرق يبقى هيبعث يوم القيامة على سرقاته قبل ما يخلش الحمام كان بيضرب أمه كان هيبعث يوم القيامة على ضرب أمه قبل ما يخلش الحمام كان بيبوس رجل أبوه يبقى هيبعث يوم القيامة وهو بيبوس رجل أبوه وصلكم المعلومة كده علشان بس من ربنا رحيم أو يا جماعة طيب الموتة دي في غضب من ربنا أبدا ده أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هو فيه واحد في الدنيا كلها أكتر جهاد من سيدنا خالد بن الوليد لا طيب حل ربنا غضان على سيدنا خالد لأنه مات على فراش وما ماتش شهيد لا ده العلماء فصرواها تفسير تاني خالص قالوا أن خالد بن الوليد سيف الله المسلول ركز بقى في الكلام شوفوا بقى علماءنا لما كلهم نظرة جميلة بإزاي حالتنا كل حاجة غضب 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 لا قالوا سيف الله المسلول لا ينفع يضغلب في معركة ولا ينفع يموت شهيد ما ينفعش يضغلب في معركة ليه لأنه سيف الله لا يغلب وبعدين ما ينفعش يموت شهيد ليه قالوا أن اللي هيقتله هيبقى كسر سيف الله وحاشى لسيف الله يعني يكسر شوفوا الجمال شوفوا العظمة طيب أمنا الكريمة بتقول أنا رضي بقضاء الله ادعيله ورضاك عنه هو رضاء يدخله